المتتبعي قناة الفاس بريس مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي تنصت فيه السيحمد بفرغان المستقل الوطني للجامعة الوطنية للمقاهي والمطاعم بالمغرب السيحمد مرحبا بك مرحبا بكم شكرا لك قلت بأن الإغلاق حوالي 12 مقهى على مستوى مدينة صدار بيدع يعني وش الرقم يعني كينشوا معطايا الدقيقة حول هذا الرقم أولا هو اللي جيت صراحة مشي 12 مستودة هو فقط فقال هذك النهار اللي احنا كنا اللي كانت اللي كنا عطينا هذك تصريح لحد الصحف هو أنه كان عندنا في مجموعة دي الإخوان في مجموعة دي الوطسف أنه تواصلوا بنا أنه كان وحل 12 مقهى لتسدد في ذلك النهار بالضبط والأسباب إنه نزمنوا تعديدها وأولها هو تراكم الديون تراكم الديون والعجز دي التجاري اللي كان لنا القطاع بكل صراحة أنه عانى منذ قبل من كورونا عانى من ضغط ضريبي والجبائي وجاء كورونا كذلك وكانت تبيعات كذلك دي الناس اللي تراكمت عليهم الديون وحتى المنافسة الشريفة لها كان مشكل كبير أنه كان مشكلة دي المنافسة الغير الشريفة مثلا كين دابا كل كانت تلقموا الحنوات دابا دي البرصة ما يمكنش ما يمكنش ملقوا أنه عنده واحدة 17 ما بين رسم ضريبة ويجي واحدة أخوة عنده 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 محل يلتجي المواد الغذائية أو اللي دير ساكا أو اللي ديرتها هو بريسا وزائد السيارات كذلك اللي منتاشتين في جميع الأحياء بدون راقيب هذا للأسف الشديد احنا كانت تأسفه وكما المقاهي والمطاعب اللي تسدات وج حديثة للوجود ولا قديمة ولا كين لهم حديثة للوجود وكين لهم قديمة وربما سيبوستان تراك كتعرف منطقة البلفاء وكتعرف منطقة الحيل حساني وممكن أنك تمشي لسا رمبة الشهادية معروفة راك تشوف فيها المقاهي من دي كل اللي كانوا وكانوا الطرف من الرومبة ذي راك أنت من الأماكن الأفضل وكتشوف المقاهي اللي كان فيه ذي راك أنت تسدو في هذا بجوج وتسدد وحده خراء راجو فالرومبة ذي الفرح السلام راك اشتهي هاي المقاهي اللي عندي تقريبا واحد لعام ونصول عامين باش تحلط وكين عاوتين واحد مجموع دين مقاهي وكين في الحيا الحسانيين وخلي عاد خلي الجوهارها وخلي الحيا المحمدي احنا الى كانت الارقام اللي كانت وزارة التخطيط اللي كانت تقول لك المدوية السامية اللي كانت تقول لك بأنها 12 ألف مقاولة أنه لديك إفلاسيه في 2020 وفي النصف الأول من انتظرنا وصلت 1 إلى 15 ألف مقاولات أنهم قدروا إفلاسيه هذا راك ما راها كيدل وعليش من الأشكولهم راها كل مرات المقاهي لأنها كل مشاركات راكوا مشاركات وغلية إلاء كليش بناها داك الأرقام ولكن تشيط على الدرائيب وتشيط على جباية المحلية كين من من دون سلواث علاج دابة علاج دابة علاج دابة دابة علاج دابات حسب الدرائبي اللي كان هذا المقاهي دابة علاج دربة علاج دامة دابة حتى لست حدد tenido sindicato كين من دربة علاج دابة علاج ديائيب دابة علاج دابة علاج دابة علاج درائ على صفح للكしゃي بياجت جيد لأنها حسب ت Yogse هذا الرقم لا يمكن إضافي اللي كانت يعزلة د låليبية جبائية إذا كانت العزلة grass & wynictةсуд بنحق دمات assum ولكن احنا لأسف شيء انه هنا احنا الضريب احنا في المغرب احنا كانت تبقوا على القطاع دي احنا خاصة القطاع دي المقانون كانت تبقوا على الشفر ضفير انا حمي ممكنش ولكن ما تتشوش بان نتباركم تتشوكم اصحاب المقايي تتديرو حد الخطأ يعني تتنافسوا بعضياتكم قهوة واحدة قهوة واحدة قهوة في امطار قليلة ما تتشوش هذا الشكل تكون منافسة احنا هاد المشكل اللي كنا هو انه احنا اخذ دائمين على فائطة قانون منطيم القطاع احنا هاد شي کنا اندوبه منذ قريبا السلم ما كيش قانون ما كنو منطيم القطاع مكينش ما بين قهوة وا قهاوة و غتلقى قهوة والاشف الشديد والنس ماكتعرف ما تدير을 اي واحد مواطن مغربي يعني في hacemos قهوة منذ العسissyЦ لنصيد اوه quoiike الهو اصدام قهوة. كيسحب رسو قهوة انه هو لان القهوة كان اعتبره احنايا مصيدر روس الاموال. مصيدر روس الاموال. كان اعتبرها كتشوف الديكور كتشوف البار كتشوف اشيكور. كيسحب رسك كيسحب انه روسها في غادي يدخل الفلوس. بعد مما كيدخل كيتستضب. وزيد على ذلك انه ده بحتى القدرة الشرائية. حتى المواد كلها دبا ضعفة. الضعفة الاتمنة ديالها. اضعاف مضاعفة. لا ما كانش لا ما كانش لا ما كانش. اه ما كانش. ما كيش يزيد في قتال مغارقة. غمانه ممكن الزيادة في كل شيء ما كيش يزيد لان الاحتاج المدرق بالقوان اللي غي يقدر يزيد. ما يقدرش لانه عندي منافسة كثيرة. وحدا واحدا كيبية ستدرام سبعة الدرام وغان مش ازيد انتا ما يمكنش. يستحيل. وكاس ديال خمسة درام وستدرام سبعة درام وحتعشة درام. راه ما يمكنش لك ما غالي ما فيه شي ربح اه شي نسبة الربح كبير. ما كانش. يعني قليل جدا. وبالنسبة لك انا قد هذا الشفر اللي غادي يدير كلها في النهار ويعطي فيها الجامعة عشرة في المياه في طيبة دبوصة ويعطي فيها الضرق بالخورة. وهذه الشكلية تقول فيها علش الناس باقة تتغرام كما قلت تعتبروا ان المقايا والكستثمر السهل. علش علش باقة يغرام احنا را قلت لك انها مقايا مصيدر قصة اول. ان الوقت اللي كيشوف ند من القهوة كيقول هنا ده بلده هذا هذا هو لفر ولكن يدخل كيقع الى ما امره كان فيه شي مرضى يقول له فيه جميع امره. وكون على يقين بان راها اي الوقت اللي غايدخل ده الكريدي ولا ده ما يقدرش يرضو. كون على يقين بان ذاك المحل دي لولا نغرقو يستحن ان ذاك القطع للأسف الشديد النوار الدولي لك انت بقى القدر للقطع. ضروري خصوصا نضاف الجهود على مستوى جميع المؤسسات. ما دلك من جمعية اللي ديال مهنيين. ما الغرفة. ما الجماعة. ما الادارة الضرائب. في جميع مؤسسات ديال الدولة خصوهم يدلو يدب وخصونا نجتهدو باش لقوا الحل لهاد القطاع اللي بغي نستمرو. لانه هو كي يعتبر من اكتر القطاعات اللي كتمنسط البطالة. شحات قريبة. وكتخدم اغالي احجرة في المؤلاء كانت تخدم واحدة ما بين مليون ونصدر جوشت المليون ديال ديال الناس. ديال بطريقة مباشرة. في مقهة تقريبة. تقريبة واحد اسبوع عشر. الف مقهة ومطعم. اللي كان في الضرب ايضا. ديب احنا في ايام كورونا تحيدت تقريبا واحد خمسة الاف بقاء اللي كانت سدات فيها فمن بعد كورونا. سدات. قاتت بسدود لا حج سلعة ما قدرش انهم لا يستحل انهم ما قدرش ما ما حلوش نهائيا. وما قدرش دعم طرف حكومة. ما كينتش دعم ما كنتج وحنا قلبه غير تخفض. غار يخفضونا من ضرائب. غاول لا اولا انهم كحتى بنسبة القراض احنا ما استفدناش في احنا ما استفدناش في احنا ما استفدناش في اجيل يرها. رغم الناس انتعبنا الناس الاختلقائي كلهم اغربي فيهم واخذوا اخذوا قراض من الابنا كذا ما استفدناش في احنا. وحتى هذيك مذكرة دي الوسطة الداخلية اللي كانت على لانت انهم يراعي من نسبة المجالس المنتخبة على مستوى الوطني انهم يفعلوها ويراعي وظروف دير كل مدينة يشوفوا القدر يعني يراجعوا لك الاستغلال ملك العوام وذلك شيء. للأسف الشديد ما تفعلتش معها جل مدن استثناء اه وارجزات اللي خرجت بالاعفاء. كديرك اه قصر كبير وجهات طنجة بشكل عام انه اه هبطت الرسم الى خمسين في المياه وكان بعد الموضوع بحال وارجزات اللي مشت اه اه سفر في المياه في تيلة عالفين وعشرين. الفين واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين داد فيه خمسين في المياه. فيما الموضوع الاخرى لما كانت ما ما نقصوش نهائيا. ممكنش تسلم البرنامج معك السيحمة ديبلام هنه دروعة قضية استغلاء ملك العمومي. ثم ما متهمين يعني من طارب بعده. مجموعة المواطنين عندكم تستغلوا منك عموي. تستغلوا الارصيفة ما تتخليش المواطنين من يدوزهم فقط تريطة وردها. احنا كان اعتبروا الارصيف. ارصيف خطن احمر. باش نكونوا ما يقش نغلطوا ونركبوا علينا كان نستغلوا ونصدوا الارصيف ولا حاولوا نهيجروا المواطنين ضد القطاع. ونقولوا اننا احنا احنا نستغلوا في اطار الرخص. يستحيل انه كان شي واحد. هاد الرخص متى تستحصلوا على الناس? هاد الرخصة قبل ما تخرج انت قبل ما تحلل عندك القهواء انها كاتخضاء المعلم. بالموء عادي الاجراءات. كان الوقت اللي كتوجد الوهتايق دير. كتوجد البلندير. يعني البلندير كتوجده. كتطلب كيتشارج. كتاخد الوقت اللي كتاخد الرخص كيخرج واحد مش مو عادي اللي جن. اللي جنة اللولة والتانية والتالتة الواحد بعد. مما كيخرجوا اللي جنة كيعطوك الموافقة انك دلقها. كتدلق وكتاخذ الموافقة. كاتمشي تساوب القهواء ديالك. قبل ما تحلل كتتعاو وتخرج لشنا اخرها. كتشكل فيها فيها الجامعة. فيها البومبية. فيها العاملة. فيها المجلس المدينة. فيها لارشيتك. فيها قائد ديال المنطقة اللي كين. اللي كين. كين للك ديالك رئيس دائرة اللي هو الباشا اللي كتخدع اللي كين فيه العنون. كيخرجوا كيعاينوا هاداك المحل. واش صافي كين ذلك الموصفات كاملة. الوقت اللي كتكمل. كيعود يعبرو لك يخرج لشنا اخرى. كيعطوه مثلا هالعبار اللي تاخد. ديال من كل موصفات. كعندك تولوته. إلا كنت المسافة مثلا. كان ستا مترو عندك الحق انك في تولوتين. إلا كنت في راسي في ستا. كتاخد نتايا تولوتين. عندك الحق فارب عم مترو. جم مترو كتخليها. كان قل كتاخد مثلا نص دي. يعني واحد النسبة اللي كيعطوك. على حساب متر اللي حساب اللي كيلي عندك. ولبا الاسب الشديد هو انه الناس كيفضوا يغلطوا الناس. وهادك الوقت اللي كتاخد ادوك الكروكي عليها. كيعطوك عنها الكروكي وتخلص. كل ثلاث شهور تخلص. كل ثلاث شهور تخلص. نعمل حتى لو كنت نسحب قاولي. كنت نسحب قاولي. نحن ما كنقولوش. نحن نقولو الملك العموية هده مشكلة. نحن نقولو نصنعوش. ندرقوا ما سبق هو اخر. هذا مشكلة مشكلة واطنية. مشكلة مواليد اليوم. نحن غير المقاهى اللي عنده عند المخالفة أرى كائن المقاهي كائن الحوان كائن الآخرين لما عندهم تارخص هذا على الأقل أنه قطع منطب إذا كانت عنده يؤدي له كي يساهم في التنمية في التنمية دي البلاد إذا كان الهدف الذي يخدمه عليه العالم أنه من خصوم البطالة والتنمية هذا القطع كي ينمي في التنمية دي البلاد وكي يشغل واحدة مجموعة وكادلك أنه عنده ارتباط مع المجموعة كبيرة ديال الشركات لا ديال المشروبات ولا ديال القهوة واحد العادات كي يدير واحدة حركة اقتصادية كبيرة ما شغل قهوة تقول عصافي القهوة شوف الناس المرتبطين بها وكادك متنفذ بالنسبة ما كان ننفذ وإحنا ولكن على الأسف شديد كنتم استهداف دياله من طرف جديد من المؤسسات واخدتما كجمعك جامعة الوطنية المقاهي وأربا المال أشو المجود التي تتبدلون باش على الأقل كما قلت تديروا حد القانون المنظم قدمينه ديال البرلمان ولكن الوقت اللي قدمناه لحد الساعة أنه بالنسبة لفرق البرلمانية حتى شجيها مزمت بالناشوش إنه باقي كيتشوروا عليه باش ينشوفوه كيفاش طريقة باش يمكن لهم يقدموه لأنه علش كان مشموعة هذه الأطراف من الداخلة في هذه القادية يعني هذه بالزولة كل شي كي يأكل منها وزارة الداخلية قلت لك اللي أنا ما سمحوش لي أنا أبغيت حقيه هنا اللي هي في الجباية المحلية أنا ما تحيدوش لي ما تحيدوش لي إدارة الطائرة وكذا وزيد الخازين العمسي واحد مشموعة ديالخطاعتها وزارة تشغيل هالا سينيسيس وكان واحد مطلب ديالكم تتوحيد هذه الرسوم والجباية حنا في المناظرتين الوطنيتين اللي كانوا تقاموا ديال التجارة وديال الجباية اللي كانت مرأ كنا قدمناه مقترحة وكانت من مقترحة ديالنا أنه باش قانون منظيم وكذلك عدالة الجباية وكنا هذك المطلب لكنا كانت تبنتهم المبادرات بجوش تبنتهم واخدوهم بعيد الاعتبار ولكن الأسف الشنية حتى إلها بالسابق يمخرش ما قي مخرش إلى حدود السابق يمخرش كنت منه أن يخرج لهذا القانون إيطار باش ديال العدالة الجباية باش يبما إلها قدرنا نقضي هذا القطع ما القطع هذا دعوه كل صراحة شكرا جزيلا على قبول الدعوة إلى اللقاء فرصة قادمة إن شاء الله